بوادر أزمة جديدة مفتعلة في المشتاقات النفطية تلوح في الأفق في العاصمة صنعاء بعد إغلاق أغلب محطات العاصمة من قبل ميليشيات الحوثي في خطوة تمييدية لفرض جرعة جديدة في أسعار الوقود وإنعاش السوق السوداء التي تدر عائدات كبيرة على الميليشيات ميليشيات الحوثي قامت بحملة ميدانية على محطات البترول في صنعاء وأغلقت أكثر من خمسين محطة بدون أي مبرر سوى غير مساعية لفتعال أزمة مشتاقات نفطية جديدة وإنعاش السوق السوداء وبيع المشتاقات النفطية بأسعار مضاعفة مما يدر على قيادة الميليشيات مليارات الريالات الحملة الحوثية كانت صافرة البداية للأزمة التي استفت بعدها طوابير السيارات أمام المحطات ما أدى إلى ارتفاع سعر جالون البنزين مجددا إلى 11 ألف ريال وخلق كوارثة إنسانية تستغلها للمتجرة بها أمام المجتمع الدولي فيما يعتبرها آخرون تحركا موكرا من قبل التجار المشتقات النفطية لمواجهة قرار الحكومة في عدن بحصر استيراد المشتقات النفطية على مصاف عدن والذي سينهي سنوات من فتح المجال أمام التجار لاستيراد وبيع المشتقات النفطية في السوق المحلية ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة